السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء الرقم 14 من الفصل السادس هنتكلم على الكمبرزم بتاعة التيبكال هاردنس تيست أو هنحط أغلب اختبارات الهاردنس بالنسبة لنا أولاً البرينيل هنا هنبصي لاقي الجدول التي يوضح قادي التست وقادي الاندانتور وقادي اللود وقادي الابليكيشن طيب لما أجب أبص للبرينيل أبص ألاقي إن الاندانتور بتاعه عبارة عن كورة 10 في الملي قطر بيستخدم 3000 كيلو جرام كاللود اللود اللي هو بيستخدمه لما يكون بيستخدمه ليه بيطبق فيه الكاستان والستيل وبرضه يستخدم 10 ملي و500 كيلو جرام للننفرس لما أجب أشوف الروكويل مثلاً أنا بسريني مثال روكويل إيه بلاقيه بيستخدم الدانتور بريل البريل اللي ده عبارة عن ألماز دايموند عبارة عن الطول بتاعه ألماز فيه كيرفيتشر هذا الكيرفيتشر واخد زاوية حوالي 120 أبو السلاقي بيستخدم لود 60 كيلو جرام ويستخدم للـ Very Hard Materials أما روكويل بي فبيستخدم 1 على 16 من الانش كورة قطرة 1 على 16 من الانش اللي هي البوصة وبيستخدم لود 100 كيلو ودي بيستخدم ليه سبيكة البراز واللود سرينس ستيل أما روكويل سي فبيستخدم برضه البريل اللي احنا قلنا عليه من شوية واستخدم 150 كيلو ودي استخدم للـ High Sirenس ستيل أما روكويل دي برضه بيستخدم بريل واستخدم 100 كيلو جرام ويستخدم للـ High Sirenس ستيل روكويل إي بيستخدم 1 على 8 إنش كورة قطرة 1 على 8 إنش واستخدم لود 100 كيلو دي للـ Very Soft Materials أما روكويل إي فبيستخدم 1 على 16 من الانش 1 على 16 القورة يعني كطرها واستخدم 60 كيلو جرام واستخدم للألمانيوم والـ Soft Materials أما الفيكرز اللي احنا بناعتبره Micro Hardness هو الـ Knob بيستخدمه الـ 2 في الحقيقة انضنتر واحد اللي هو Diamond Pyramid حرم 4 قائم من الـ Diamond في الفيكرز بيستخدم لودز مختلفة جداً في الحقيقة مايش 10 كيلو ولا حاجة ده بيستخدم لودز صغيرة ممكن 2 كيلو ونص كيلو 300 جرام طبعاً في الحقيقة ده المكان الحديث يمكن يكون الرسمة دي أو الرقم ده خاص بمكان قديم المهم ده بيستخدم لكل أنواع الماتيريال وبزاعة الماتيريال للـ Hard أما الـ Knob فيستخدم Diamond Pyramid أيضاً وبيستخدم لود صغير جداً 100 جرام وـ 50 جرام وـ 100 جرام 200 جرام 300 جرام وهكذا وده في الغالب يستخدم لي السراميك ماتيريال ويمكن أيضاً أنه يستخدم لي بطيط الماتيريال ترجمة نانسي قنقر